لماذا لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ في الصدور ليه التعب ليه العظام الأكتاف ليه العسب ليه اللي خاف وليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة وتعالوا اكتبوا والصحابة ينقل بعضهم من بعض مش انت قلت يا شيخ ان الصحابة كانت حافظتهم قوية طب ما كنا نكتفي بالحفظ لماذا السؤال هنا لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ في الصدور وامر الصحابة بالكتابة والتدوين في الصدور لماذا الحقيقة ازبار كثيرة منها مزيد احتياط يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ان يترأى على القرآن اي تغييش ان الحافظ قد ينسي قد ينسي زي انت كده متبقى عارف نفسك انك التاريخ ماذاك عمرك ما هتنسان او المعلومة دي عمرك ما هتنسان ان ده تاريخ سفرك مثلا ومع ذلك ومع ذلك اه انا عارف الله ان ده تاريخ السفر بتاعي هتسافر فيه ومع ذلك بكتبه ليه مزيد احتياط لحاجات مهمة طبيعة الانسان كده يحب يعني يحفظها بكل الطرق طيب زي بالضبط انت كده عندك حاجة مهمة وتبعاتها لنفسك ايميل يا مكتوب عندك وتبعاتها لنفسك ايميل اه مزيد احتياط طيب ده امر الامر الثاني او السابق الثاني ان احنا كما اننا متعبدون بقراءة القرآن فنحن ايضا متعبدون بتلاوته والتلاوة لا تكون الا من مكتوب يعني لما ربنا يقول ورتل القرآن ترتيلا الذين الذين آتيناهم يتلونه حق تلاوته اذا معنى ذلك انه هناك امر بالتلاوة وهناك حث على التلاوة والتلاوة لا تكون الا من مكتوب فالصحابة كانوا بيكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم حفهم على كتابة تعبدا لله سبحانه وتعالى السابق الثالث تبليغ الوحي الالهي على اتم صورة وعلى اكمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان القرآن ليس خاصا بامة العرب وانه مش كل الامم كالعرب في الحفظ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريده ان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للعالمين فامر الصحابة رضي الله عنهم بكتابته حتى يبلغ الناس مكتوبا مقرؤا وبهذا يتم البلاغ على اتم وشهر اذا لماذا او ما الباعث على كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزيد احتياط التعبد تبليغ الوحي على اتم صورة تابه نزيد احتياطة احتياطة